السلام عليكم مرحبا بكم متابعين الكرام على قناة يلا معانا فلسطين اليوم احنا موجودين في المسجد الاقصى المبارك هاي الحلقة راح ناخدكم فيها في جولة حتى نورجيكم جبال القدس من اسوار المسجد الاقصى المبارك يا شباب قدسنا فيكم انقضى الانم فليحيد الغاصبون عن منالنا الاهم يا طيور الابصام حلقي مثل العنم واشهدوا يا مسلمون اننا قلنا الخسر قد سنانا التضام قد قرعنا التضام وامتشفنا الحسام وعرفنا السبيل حاولوا الاقتحام لم يمر المغول ارقبوا الموت السؤال هذا شحفل الرسول هذه الحلقة برعاية نجوم الشباب الدولية حلويات حور وقصر الابواب هنا هذا المصلة القبلي هنا هذا الدراج هو الدراج المؤدي الى المسجد الاقصى القديم الان احنا في الساحات الخارجية رح نتوجه الى اسوار المسجد الاقصى لحتى نمرجيكم جبال القدس ويلا معانا فلسطين هذاك الجدارة جماعة هو الجدار الشرقي للمسجد الاقصى المبارك هذاك الجدار هو الجدار الجنوبي وهون اسفل منه موجود تحت هذا البلاط اللي هو المصلة المرواني طبعاً على اليسار هذا مدخله رجيما بعد زيما المتابعين مدخل المسجد المرواني هذا بأدي الى المسجد الموجود تحت ساحات المسجد الاقصى المبارك اذا بتشوفوا معنا المرابطين موجودين تحت عشجار الزيتون لقاء القرآن في انتظار صلاة كهر في العادة يا إخوان المرابطين والمصليين المباركين بيعتكفوا في المسجد الاقصى اخر اشنات ايام من شهر مضال المبارك الى احين تهاء شهر مضال المبارك وللأسف بقوم دال ايضاً بعض الاحيان بنهجوم على المصليين بنقوم المسجد الاقصى ايضاً باقتحام الملسجد الاقصى طبعاً في الأسفل هذا الشكل المخروطي الذي يشبه الهرم وهو قبر زكريا أو ما يطلق عليه قبر سيدنا زكريا عليه السلام أنسك أبو وايس أطلع 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 مقابلنا قبة الصخرة المشرفة هنا المسجد القبلي أسفل أيضاً هذا المدخل إليهم اللي هو المصلى المرواني ويمشك أبو عزام ورجيهم جبال القدس مقابلنا هو الطور وجبل الزيتون أبو وايس من هون المشهد واضح أكتر نعم بخصوص الأثار اللي في الأسفل اللي هو ما يطلق عليه طنطور فرعون وهو قبر زكريا عليه السلام وحسب ما يعني تقول الروايات بأن القبر ليس أسفل هذا المجسم المخروطي وخلفه مباشرة ولا نعلم تبوت هذا الكلام طبعاً إلى اليسار نرى كنيسة في الأسفل هي كنيسة الجثمانية طبعاً القبور التي أمامنا هي قبور يهودية هذه المقبرة هي مقبرة يهودية في مقابل المقبرة الإسلامية التي تقع في الأسفل وهي مقبرة رادي الرحلة هذه هي جبال القدس مقابلنا هاي مقبرة هناك جبل الزيتون وحقيقةً إطلالة المسجد الأقصى وقبة الصخرة مشربفة من جبل الزيتون أيضاً رائعة جداً وهناك أمامنا مباشرة هذا صور امتداده هو باب الأصباط هو الباب شمال الشرق نعم هي المسجد الأقصى المبارك راح الآن نطلع إحنا شوي نطلع الزيتون أمني حاولي نطلع هون يقول يا رب يا رب يا رب آيو نحن الآن صور صور المسجد الأقصى المبارك الرب ما يسلم طبعاً أنا يا شباب ما بقى غير هيك لكن إن شاء الله مسحلة يعني معتدين على المغامرة أوكي بس مش راح نغامر كتير أوكي هذه هي القدس ننتجه حتى نشوف الأحياء الجنوبية للمسجد طبعاً في إطلاق رصاص ما بعرف إش هذا طبعاً طبعاً إخواننا الآن على الصور الغربي هو حائط البراق يعني خلف المسجد القبلي هو مسجد البراق ما بين معاً من هون ممكن إذا وصلنا الجنوبي نحاول ناخد فيولا إله إن شاء الله أبو عزام أنا تعطيك الكاميرا بدي أنزل من الصور أوكي حتى حفظ على توازن إن شاء الله نزل يا بعزام تماماً يا الله أوكي نستمر يا بعزام لا أخباً قبل شوية كنا جلسين في ساحات المسجد الأقصى المبارك أوكي جلسين تحت زيتونة مقدسية خلنا نزوزهم يا أبو وايز يلا طبعاً هاي كنا عدين مع الشباب الشباب الخلايا اللي جايين يعطيك فهون والشباب الأدس وبحكي لهم إن هاي القاعدة تحت هاي الشجرة هي أجمل من أجمل جلسة في العالم قدسيتها مكانها أجواءها الرائعة نسمات الهواء صوت العصفير نسأل الله للجميع إن نزول الأقصى ويشعر الشعور اللي هم يشعره الآن راح الآن نورجيكم للأحياء الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك وهاي هي سلوان مزوطة مع الزام؟ نعم سلوان أنت مع الزام؟ طبعاً يا إخوان إحنا الآن نسمع أصوات إطلاقنا وتنابل صوت إسعافات هذه الأثار نحكي لنا فكرة عنها يا باع الزام هذه الأثارة للقصور الأموية في جنوب المسجد الأقصى المبارك إذن هذه هي القصور الأموية طبعاً أنا راح مرشيكم هاي هون قبة المسجد القبلي المسجد الأقصى المبارك وراء بشوي هو حائط البراق وهو الحائط الغربي إحنا الآن صعب إنه المرجي تماماً للمشاهدين أوكي طبعاً قمنا ببث صور جوية بمطفة الصور الغربي وحائط البراق أوكي امسك مع الزام خليكم معنا ويلا معنا أفلسطين أبو عزام هاتي نغامر نمودي الدقيقتين هون طبعاً مشاهد تحمس الأنفاس تماماً تماماً طيب السلام عليكم مرحباً يا عمي الحج خايف عليك الحج الله يحمينا دعينا الحج دعينا يا عمي دعينا يا رب اللهم أمين بسم الله أقصى إن شاء الله يا رب يا رب الله الحامي الله الحامي يا رب سهل ها بسم الله أوكي أوكي مرة أخرى رح وقف إن شاء الله حتى حافظ على التوازن السلوان يا رب يا رب يا رب يا رب مش عارف عنده الصدار أكمل قدش فأقدر يا الله شايفين شايفين مدفعت يا أخوان شايفين يا جماعة الخير المسجد الأقصى فينا كتير منظر في العالم كتير دول أجمل من هذا المكان لم ترى عيني قط السلام عليكم يا رب يا الله يا رب ان شاء الله على الحامي متابعينا تابعونا عقناتنا يلا معنا فلسطين يوتيوب فيسبوك انستجرام تويتر لحتى تشوفوا مشاهد من المسجد الأقصى المبارك ومن المسجد الإبراهيمي الشريف في أرخي أيضا ومن كل ربع فلسطين يا رب دمت يا قدس لنا يا وصية الرسول وعد ربي قدنا دنا والظلام لن يطول يا سفين الهدى يا شراء الوصول يا مرافع الردى والدماء إذ تسيل موجنا حدف العداء ما ارتقى منا قتيل فالدماء كالمدى حدها سعر وبيل وبيل سوف نحف هنا هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف نحيا هنا سوف نحم الحرق ويلا معنا أفلسطين نكمل معكم متابعينا من ساحات المسجد الأقصى الآن وحنطلع على السور الشرقي أيضا للمسجد الأقصى المبارك خليكم معنا لحتى تشوفوا ما أروع المنظر والمشهد لقبل الصحر المشارفين يلا معنا السلام عليكم السلام عليكم السلام يلا معنا أفلسطين أحلى شباب كل التحية يا عمي من أهل الخليل للقدس كل التحية من طمول للقدس كل التحية من طباص للقدس كل التحية من يجدون للقدس يا مرحبا يا مرحبا نحن كل الضفة الغربية موجودة معنا هون ويلا معنا أفلسطين حليكم الله شوفوا معنا متابعينا مع أجمل المنظر لقبة الصخرة المشرحة يالله 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 هذه المناطق هذه المنطقة بالذات على الصور هي منطقة ذات إطلالة جميلة جداً وخاصة أنها مقابلة مباشرة لمسجد قبة الصخرة المشرحة ومن إيش؟ من أمام أشجار الزيتون وأشجار الثرو واليرز المعمرة والمحيطة في مسجد قبة الصخرة والمزروعة في جميع ساحات المسجد الأقصى المبارك إذن متابعينا الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة والخاصة من المسجد الأقصى المبارك وتحديداً من أسوار المسجد شكراً لكم كان معكم معين أبوش خيدم وزميلي نعمان سلهب تابعونا على قناتنا يوتيوب فيستجرام وتويتر يالله معنا على فلسطين والسلام عليكم قالوا له هذه قصور الطامحين فخلها لا يشغلنك حبها يا ليتهم يا ليتهم تركوا القصور لنفسهم وبنوا لأجلي من صخور القدس قبر بحيان فلسطين بحيان فلسطين بحيان فلسطين اه ما غيرت الكاميرا يالله أطول بها جايقة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة